والذي عمره عشرين سنة من شدة عنف والده عليه صار خجول ولا يختلط مع الناس أو المجتمع نعم صحيح طبعا إذا الموضوع هذا في جانب نفسي أنا فضل عرضه على يعني أخصائي نفسي لعله يساعدكم لو كان في جانب نفسي في قضية الخجل والانطوائية يعني ولذلك شوف النفس عبدالله سيقول ألا أخبركم بمن تحرموا عليه النار يعني فيه أشخاص ما يدخلون جهنم النار حرام عليهم وفيهم أربع صفات يلا تعرفونها أو ما تعرفونها أربع صفات فالصحابة رضي الله عنهم قالوا قالوا يا رسول الله من هم من اللي تحرم عليه النار من سمعوا كل لين هيا سهل قريب طيب الأربعة هذه وين هم من العنف الأسري والنبي صلى الله عليه وسلم قال هيا لين سهل قريب يعني هل هذا الحديث ما كان يشمل الأباء والأمهات في التربية ولا بس احنا نطبق هذا الحديث في التعامل مع الناس هيا لين سهل قريب بس بالتعامل مع الناس ولا بالتعامل مع أولادنا هو هو المنهج واحد إذن ألا أدلكم من تحرم عليه النار هيا لين سهل قريب إذن ما عندنا احنا في القاموس الإسلامي ما عندنا شيء اسمه عنف أسري ما عندنا لا القرآن يدعو للعنف الأسري ولا السنة النبوية تدعو للعنف الأسري احنا منين جايبين العنف الأسري إذا احنا مسلمين من وين جايبينه احنا جايبينه إما من العادات والتقاليد أو جايبينه من الآباء والأمهات أني أنا أبوي كان عنيف فأنا صرت عنيف أمي عنيفة صرت أنا عنيفة بس بالتوارث الأخلاقي أو بالعادات والتقاليد ما أخذينها أو صارت مشكلة مع ولدي ولا بنتي وأنا استخدمت العنف فتقوم سلوكه فتعزز عندي أنه أكيد العنف هذا جيد يقوم السلوك وصدقت نفسي أنا ولذلك العنف يعالج المشكلة نعم أنا أقول لكم هو يعالج لكن يعالج على المدى القصير أما الحوار والتفاهم والحب وهي لين سهل قريب فهو يعالج المشكلة لكن على المدى البعيد وليس القريب وأنا ما بيعالج المشكلة بشكل مؤقت ولا بيعالج السلوك بشكل قريب لا أنا بيعالجها بشكل بعيد علاج استراتيجي علاج المشكلة